أسعىكم سعيد نعود من جديد حللنا أهلا ووطأنا سهلا نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعود من جديد من أجل مواصلة التعريف بمظلوميتنا الشرعية والمشروع القضية العادلة متواجدين يوميا وبدون استثناء مستمرين لن نتغيب ولم نتغيب يوما حتى نحقق الهدف بطرقية شاملة لكل المظلومين والمصحوقين والمغبونين من المتقاعدين الذين تقاعدوا من 2003 إلى ما تم 2011 وخصوصا أصحاب السلالم الدنيا التاسع وما دون أصحاب المعاشات الهشة والهزيلة 2000 درهم وما دون هدوما للأصل للمظلومية كما عرفت بذلك سابقا لأن النظام الأساسي الجائر الجبان اتفاق منتصف الليل كما يتفقون في جميع الاتفاقيات فهي اتفاقيات مفبركة لا تمت إلى الحق والقانون بشيء أبدا أبدا آخر شيء يفكرون فيه وهي الحقوق بالعدانة وهو أن تكون خداء الحق ديالك بالقانون وبالمساواة وبتكافؤ الفرص ما كان شهدش نهائيا اتفاقيات بين النقابات بين المصالح الإدارية مسائل سياسية بين الحكومة وبين النقابات أعطينا نعطيك أشكل تيمشي في الرجلين الشغيلة أخص المتقاعدين المتقاعدين الذي تآمر عليهم الجميع منذ 1996 الجميع تآمر على المتقاعدين جميع الاتفاقيات جميع الزيادات منذ 2011 2019 2022 الآن دائما لا يولون أي اهتمام إلى المتقاعد أن المتقاعد بالنسبة لهم مات قاعدا مات قاعدا لأنه شطب عليه وألقي به في غيائيب المحيط الأضراسي أقبروه ويعني دفنوه بالحياة لا أحد يلتفت إليه منذ 1997 وللأسف الشديد لا أعرف لماذا هؤلاء المتقاعدين ينتخبون مثل هؤلاء النخب التي بمجرد ما تصل إلى إلى مركز القرار حتى تتنكر لا للمتقاعدين المتقاعدين هم الوحيدين الذين لم تراجع معاشتهم منذ 1997 نهائيا في حين أن جميع زيادات في الدول التي تحترموا نفسها وتنهض رحنا على الدول العربية أول فئة التي تزاد لها تكون زيادة لها سنويا وهي المتقاعدين هم الأوائل تتزاد في المعاشات اللي من بعد تتزاد في الرواتب والأوزور إلا هنا لا أحد ينتفت إلى المتقاعدين كل شيء يعني تخلى على الدور ذي للفعال والأساس خليها لي يا دابا أنت مثلا نشوفه غير اللي كانوا يحكمون من 2011 اللي جابوا من 2011 إلى 2021 عشرة سنوات عجاف الحكومة اللي كان الجميع يترجى فيها الخير وعطوهم أصوات ديلهم بش يعني يقفون إلى جنب المستضعفين والمغبونين والمظلومين لقينهم أجداره جميع الأشياء التي لم تتجرأ أي حكومة من الحكومة السابقة أن تنزلها نفذها ونزلها الأستاذ بن كيرين جميع الأشياء للآن للآن يعني نكتوي منها ومن تابعاتها فهي نتاج للسياسة للعشرة سنوات بالضبط هذه المرحلة ولا نستبعيد أن منذ فجر الاستقلال إلى الآن ونحن ندفع في الآن ندفع في الثمن للسياسات الفاشلة خصة اللي بدأت من 1986 86 85 سياسات ديال من الثمانينات الآن سياسات للتدبير ديالها كان فاشلا بامتياز وكان لا يهمهم يعني النهوض بالبلاد ولا بالتقدم ديال البلاد ولا بالتقد ولا بالإصلاح ديال التعليم ولا الإصلاح ديال أي كارثة كان ما يهمهم وهم أنهم يرقون المستوى يعني يترقون اجتماعيا والأوضاع الاجتماعية ديالهم تترقى والمادية والمالية وتحسن الظروف ديالهم فقط ومن إجهة هذه الحكومة ديال 2011 للآن للأسف السديد للأسف الشديد 2011 المنعطف يعني قاموا بالضحك نحك على بنادم اتخذوا الأصوات وجاوا في الأخر ومن لدار جميع المصائب التي نتأس الآن يكون اكتوى فيها وحتى الآخر لحظة خلالينا المقاسة وتحرير الأسعار إلى آخر هذك راح نحن كل شهار جاوا تل آخر لحظة في 2016 دار ولي البلوكاج وجاوا ورغم ذلك دار تعاقد لبقي الآن الناس يكتوون به يكتوون به وبقي الآن دار الأجر مقابل العمال باش وقف الإضرابات وجاوا الآن بقي الناس الآن هذ الغير هذ الشهر 1500 درام 1700 درام دل الاقتطاعات باش يسكتو الناس باش يسكتوهم باش ميخلوهم مش هذروا على حق ديالهم شكون اللي دار دشي ماش بن كيران ماش الحزب اللي ناس تاقوا فيه وعطوه الأصوات ديالهم هال تعاقد لانت رسمته والتقاعد الإصلاح المقياس البن كيران التقاعد وهذا التعاقد الآن اللي ما عندوش إلا ما عندوش حل لأن حسب القراءة أو التصور ديالي أن تبدو مني تيبغو يهدروا لهم على الإدماج تبدو تيراوغو ذيك المراوغة أنا غاد انجي ديري نم تيراوغ عن القراءة ديالي تنغول رهي اللي تتكون غال نظام تيربور دائما النظام الجديد النظام الأساسي الجديد إذا أنتمو ما بغيش تحلوا المشكل وما بغيش تواجهوا المشكل وتحلوا المشكل وهو خلق مناصب مالية لأنكم ما تقدروش عليها ما تقدروش عليها خليوا ليه الإدماج ما الإدماج وقلت لكم بأن الوظيفة العمومية ما بقاش شي حاجة وظيفة عمومية ما بقاش شي حاجة اسمه الوظيفة العمومية ولت مديريات الوظيفة العمومية وإصلاح وإصلاح الإدارة والآن ولت موظفي موظفي نظام موظفي الإدارات العامة نظام موظفي الإدارات العامة وبدون يعني اللي تنشوف أنا يتهربون من الإدماج لأن الإدماج الآن رامي و19000 كيفاش غادي ديرو تقرقوا لمناصب مالية وهو ما يعني الإملاءات تقول لهم مبقاش توظيف مبقاش يبين شي حاجة في السيستيم بأن هناك كيناء الكتلة الأجرية تتحكم فيها يعني تترتفع أو توظيف رتيبية الكتلة تحكم في الكتلة الأجرية حتى رئيس اللجنة الآن رئيس الحكومة باش يجدير ولا دير مدير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ديال الميزانية اللي تهمه الأهم دياله هو الماكرو اقتصادي الماكرو اقتصاد والتي يهمه الضبط خلا رئيس الحكومة قام بقى تيجلس لكنا ماذا كله مع النقابات العمالية زيد ليهم غير المدير ديال الميزانية ديال الميزانية هو اللي تكلف ومدير الميزانية تهمه فقط الميزانية العامة والماكرو اقتصادي الحفاظ على الماكرو اقتصادي وأيضا كل ما يخدم المقاولة والباطرونة تحت سكوت جميع النقابات وحنا قاعد نقوله احنا ها هما الان ليه يلا احنا نقوله بن كيران ها هو جا الان وخا كان داك الان جا ها ها امين عام قاعد يل يل حزب يلو ها ها امين عام والله اخرين لي جاو تومه نفس الشي للشقار للتقدم الاشتراكي كل شي هادو يلا نهدروا معاه ياك الان وما في المعارضة اش دارو ليش ها بن كيران انت تشوفو انتم بأنه باoo يعني اخ النوش هوا وجها اذا بالنسبة ل اخ نوش الان الحكومة الحالية الان الي جات الان وبالأغلبية اللي يليك هنا أين هي الأحزاب الآن اللي تتقول أنها في المعارض بدلا من بقاوا قالسين إحنا يتن قول لي ورد عليك الهضراء والهضراء تابعة هضراء فعلا هذك دير دير ما دير وقالوا وروا ننزل نزل دركاء أشغل الدير لنا يكا معارضة معارضة كمعارضة أين هو التأطير غياب التأطير بالعكس جاء اللي يفرمل المعارضة يفرمل المعارضة بش يفرمل المعارضة وقالها قلت نقول ليهم خليوا يخدم على خاطره خليوا يخدم على خاطره بلا مديروا ليه العصاف الروايضة إنتا شكولة يمشي في الرجلين شكولة يمشي في الرجلين والدليل على ذلك الخير ودليل وهذا الشي اللي كيه الآن لك هذا الحوار الخلاصة دي الحوار الاجتماعي لخارج الآن ليه ما فيه ولا شيء ما فيه ولا شيء بالنسبة للزيادة اللي في أجور ولا يحزنون ولا في تحريك يعني سلم يعني الزيادة في المعاشات ولا أي شيء در الرمادة في العيون الزيادة في الحدي الأدنى وبتداء من عام كحورة جذو دل شيء يعني يتغير لأن من 96 لعبتوا اللعبة زيالكم اللي يشد اللي يطلع هذك الساعة ويسير ويشد المهمة دي لتسير اللي تسير واللي تنزل المعارضة لا يقوم بالدور الفعال دي للمعارضة كل شيء يتفرج كل شيء يتفرج إلا يعني واللي تتلقى يعني ناس متطوعين هما اللي يدافعوا على الناس حقوقيين إلى آخيره هما اللي تطوعوا باش يدافعوا على الناس وباش يأطروا الناس إلى آخيره أما الأحزاب اللي مفروض والنقابات اللي المفروض هي التي تؤطر وهي التي يعني تطاراف عن الحقوق وهي اللي تجيب الحقوق الشغيلة فهي دير بحالة هذك شيء لا يعنيها لا يعنيها ذنبذت نتقى وقال هو اللي قال لي أنا درت المقاسة هو ما قال لي ما تديرش هو اللي هو اللي قال لي ما تديرش الدعم المباشير وقول لي هو ده بيحيط المقاسة ولا يدير الدعم المباشير هذك التلسون وقول لي ينزل ونزل له تيراء ودير شي حاجة وقف في وجهه يكون عندكم قواعد ديالكم وعندكم عندكم الدور ديالكم هو الطير وقفوا في وجهه ماذا ما تقدروش ما تقدروش لأنه زيت ليميت ليميت عندكم وحد ليميت في انت تلعبو وكل واحد تيلعب الدور دياله فقط معارضة تتلعب الدور ديالها والأغلبية من اللي تتسير السدير تاية في الدور ديالها وتتبدو تتراشقوا بالكلام بالهضراق تضيعوا في الحجرات وتضيعوا تتوهوا بنالم كيما يعملها بزياب ديال ديال الالب لمبونا ننظر هل الشي اللي تنشوفوه الان يالشيخ والشيخة الى آخرين كل واحد دير قانت وكلهم كل واحد يضرب على رأسه كل واحد عنده أجندا وعنده إديولوجيا وعنده أفكار وعنده غايات وعنده يعني أهداف مسطرها بغي يصليها كلهم بدون استثناء ما كيش واحد تيجي تمادي دير الله في الله قال لك قال لك وحال هذا قال لك أنا تنجي تندير ما كيش واحد دير فاتح شي قانات وتي دير داك شي لله في الله إلا عنده أجندا دياله عنده يعني أهداف ممكن شي واحد غادي يجي يفتح قانات وما عنده التشي هداف كلها عنده الهداف دياله كلها عنده الغاية دياله وكلاتي بالأسلوب دياله تحاول باش يعني يجدب لي أكبر عدد ممكن من أتباع دياله يقولون أتباع يقولون يفكرون بتفكيري تأنك لمشي تتلأ تنعتلي هدك هدك يخرجوا كياملي لأنهم اللهم متأثيرين ويحملون الأفكار دياله ويوفكيرون بتفكيري تانا يقول بحل مريدين تقولوا بحل مريدين مع الشي وراء تتشتو بهاد الزوبعة اللي تارد ديال الشيخ والشيخة إلى آخر كين كل واحد يلغي بالغاه هو دك شرابين ما يمكش لنحجبوه بي الموروث الطقافي لا الشيخة ولا لا اللي باقي ما تيميزوه لا بين الشيخ ولا بين الشيخة ولا بين الشيخ ولا بين الشيخ ولا بين الشيخة ولا بين الشيخة وتجو ويبدو تاني يعني يديرو لنا شعبان في رمضان المغنية من من الفنانة من خلطوا لنا خلطوا لنا بين الشيخة وبالفنانة وبين المغنية وبين إلى آخر كل شيخة بين مسميات ربين كل شيء بين ولكن لما بتنشر لي أنا هنا أن الحكومة من نجات رأي قالوا ها مباشرة سحبي قال لك نحن حداتيين الحداتة ننطلق من الحداتة ونقطع ما كل ما هو تقليدي تقليدي رأنتم عرفتوا اشنا والحداتة رأنتم عرفتوا اشنا وقال لك قاطعة التحول مسألة تحولية انطلاق القاطعة ما هو ما هو قديم ما هو تقليدي والانطلاق الى ما هو حداتي وهذا وهذا الفيديو هذي المسلسل اللي أنا ما تنترج ما عمرني شده أصلا ما عمرني شده أنا تبع التلفازة في هذا رمضان تنتبع ولكن حسب ما شفت حسب ما يروز الى آخير وتيجي تقول لك خربوش خربوش ايش من العلاقة عندها بالشيخة أصلا هذه كانت واحد شاعرة يعني تائرة مناضلة في واحد الحقبة ديال السيبة وديال قياد ديكسا والقيد عيسى بن عمر خسكم تعرفوا داكش اللي كان بين قيد بن عمر كان الفخدة ديال تمرة تقول تمرة قبيل تمرة والآخر قبيل تزيد وكانت تائرة ما عنده تعالق لاب الشيخة ولا باذا كذكرى ناس ردل وفاء وطروحات ديال هم جيب الشيخة تخربوشة الله يرحم معه دي كان تائرة وكان الشيخة ترابينين بحال ستيليس ستيليس تم عنده ما عنده ما واحد تخدموه لجونيس ديالهم ولفينيس ديالهم وعندهم واحد المدة زمنية محددة لا بس شي تايا عنده واحد المحددة من تتوصليها اللي تتقلب تتوليدها ولكن الاصل ديالهم والشيخ ديالهم الشيخ ديالهم والتي تلمدوا عليها ديالهم والشيخة لا تتولي الى آخر لا تتولي هي قائدات الفرقة والشيخ هو قائد الفرقة ديال كل شي وتتكون الشيخ الأصل ديال ديال وتكون واحد الفرقة تتابع عليها ولكن هذه القائدة ديالهم هذه رأي خاصة واحد المودي والد عمي بيش تولي القائد الشيخة تولي كل الشيخ والآخر تكون تتعلم ومرضدات وكل واحد تتصل واحد لاش بحاجة الدير داك تتولي وصير على الله اش جاب هذه لهذه اش جاب هذه لهذه قال لك اخويا ما هو تقليدي غد ينقطع ما وانترق ما هو حاد ديال اذا هاد المسلسل منيجا واش اي مسلسل اي عامل درامي اي عامل غد يجي مباشر وغد يتحط في واحد القناة اللي هي عمومية وطنع عرفو احنا راكين المؤسسات اللي تيدروا الرقابة باش اي حاجة تدار اذا مدام الدار اذا هو راية ما شامع السياسة الحكومية والسياسة اللي باغين وكاين المجلس العلمي وكاين هذي وهذي هذي شا لاش مشا تترقن هذا كل الله ودو تضربو في بعضياتهم وكل واحد باغي وكاين مؤسسات كاين الراقابة ودعم يرمي كيش حاجة غجية وتدير اما المسائل ديال الشيخة ودك كل شي عال فيش نا دك الشي مش رمي مكش لك تغطي بالغربة ودور مئة وعشرين اتبار الله لكم مرحبا وبقوال وصال الله يا الله نهضروا من بعد المشكل ديالنا